قبل مطلع الفاصل ونستقبل الفتر طبعا الديل اتعامل النهاردة ما بين المتحدة للرياضة وما بين مجلس ابو ظبي الرياضي الحقيقة اربع مواسم متتالية مشاركة ابطال الدوري والربطة وكاس مصر ووصيف بطل الدوري في تصريحات للسيد عارف العواني الامين العام لمجلس ابو ظبي الرياضي قال في ان النجاحات السابقة للبطولة سبب الاستمرار والتطور وزيادة عدد الفرق وطبعا كان معنا الاستاذ خلال الدرندالي وقال تصريحاته سبق على المستوى الفني او على مستوى او على صعيد تعظيم الارادات الساد سيف الوزيري كمان اتكلم وقال ان الحدث الكبير ده هو استثمار لنجاح السوبر في العاصمة ابو ظبي وارتباطه الان بابو ظبي وتعمل هذا البيان الاعلامي اللي فيه كل المعلومات اللي احنا قلناها لحضراتكم دلوقتي كمان عايز اقول لكم انه قرعة كاس العالم للاندية حتتعمل في السعودية المفروض ان شاء الله في شهر سبتمبر المقبل كاس العالم للاندية اللي هي فين بقى اللي في السعودية فالقرعة بتاعتها هتتعمل في سبتمبر احنا عارفين البطولة هتقام يمكن قرعة في الاسبوع الاول من سبتمبر يعني او يوم واحد سبتمبر القرعة تعريبا يوم واحد سبتمبر تأكدوني من المعاد يا شباب يوم واحد سبتمبر في السعودية البطولة هتقام من 12 ل 22 ديسمبر دي كاس العالم في النسخة العشرين بتاعتها اول مرة بتقام في السعودية اهو يعني صحيفة الشرق الاوسط السعودية بتقول ان القرعة في اول سبتمبر بحضور ممثل الاندية المشاركة طب الاندية المشاركة حتى الان اول حديدة تناديل للتحاد تحجد الاتحاد السعودي كبطل للدوري السعودية ممثل البلد المنظمة اللي هو السعودية الاهل المصر طبعا بطل دوري ابطال افريقيا منشستر سيتي بطل دوري ابطال اوروبا كلوب ليوني المكسيكي بطل دوري ابطال كونكاكاف ليبرتادوريس هيتحدد لسه البطل يوم 11 نوفمبر اوراواريد الياباني بطل دوري ابطال اسيا واوكلاند سيتي بطل دوري ابطال اوقيا نوسيا طبعا ليبرتادوريس ده اللي هو دوري ابطال امريكا الجنوبية الجوائز البطل 5 مليون دولار الوصيف 4 مليون دولار المركز 3 2.5 مليون دولار المركز 4 2 مليون دولار ده اللي اخدوا الاهل السنة اللي فاتت او البطولة اللي فاتت المركز الخامس مليون ونص المليون دولار المركز السادس مليون دولار المركز السابع نص مليون دولار البطولة هتقام على ملعبين مدينة الملك عبدالله الرياضي او جوهرة المشاعدة الملعب الرئيسي وملعب الامير عبدالله الفيصل الاتنين في جدة الملعبين في جدة هتقام خمس مباريات على ملعب الجوهرة ومباراتين على ملعب الأميرة عبدالله الفيصل في محاولات ان تتلعب كلها على ملعب الجوهرة على اعتبر ان واحد من افضل الملعب في العالم واللي هيشوف بس قدرة الملعب ومن اجمل الملعب الحقيقة هم هيشوفوا قدرة الملعب على استيعاب كل المباريات طبعا هتقام في مدينة جدة بنان على قرار الاتحاد الدولي مع اللجنة المنظمة عشان يتجنبوا الصفر والكلام ده طبعا وبتبدأ البطولة بالدور التمهيدي هيكون بين اتحاد جدة وبين ممص الاوكيانوسيا لأوكلاند سيتي وبعد كده تبدأ المباريات يشارك فيها النادي الاهلي خلوني بقى نطلع فاصل سريع وبعد الفاصل هوريكوا تصريحات لجوارديولا هذا المدير الفن الأسباني العظيم لمنشستر سيتي واحد يعني اهم المدربين في العصر الحديث واللي بيغار شكل الكرة في العالم وكل فرقة بيمسكها وبطل دورة بتاع الاوروبا وبطل بريمير ليج وعمل كل البطولات السناني لكن ليه اراء خاصة باستقطاب السعودية للنجوم الكبار في الملاعب السعودية وقديه وكان الناس متصورة في الدنيا انه كريستيانو رونالدو ممكن يعني يجيبوا حاجة كده للمنظرة لكن العالم كله اتفاجئ انه هما الان بيدفعوا فلوس كتير جدا وبيجيبوا لعيبة مهمة جدا على مستوى العالم مش لعيبة على مشارف الاعتزال مثلا زي ما امريكا بتعمل او قطر كان بتعمل او كلام ده لا ده السعودية بتستقطب دلوقتي النجوم كبارة جدا وده عامل مشكلة كبيرة جدا للاندية الاوروبية في الفترة الحالية بعد كده حنتواصل فقرتنا الجاية مع انجمنا في التحليل كباتن الكبار كابتن محمد عبد الجليل والكابتن احمد عيد عبد الملك